في بغداد عام 169 للهجرة ولد الإمام الجليل والمحدث أحمد بن حنبل فقد أباه وهو صغير فعاش يتيماً وربته أمه كان أحمد وأمه في منتهى الفقر بسبب وفاة أبيه فعاش فقيراً وكانت أمه تعمل في الخياطة لتعيل طفلها ورغم ذلك لم تتركه أمه فأخذته لطلب العلم عند الشيوخ والعلماء وهو فتى يتيم لا أبله أريده أن يأتيك كل يوم فيحضر لديك وهو فتى ذكي فطن لا تقلق يا أختي سأعتني به وأعلمه القراءة والكتابة هيا أيها الفتى اجلس حتى ألقنك شيئاً من القرآن إنما أحفظ شطراً من القرآن لقنتني إياه أمي في البيت أتأذن لي يا شيخ أن أتلو عليك شيئاً منه هاتي أسمعني إذن بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى وقرأ الإمام أحمد أمام الشيخ شيئاً من القرآن فأعجب به وبدأ أنه طالب يفوق أقرانه في الحفظ والفهم قل لي يا أحمد ماذا أفدت من ذهابك إلى الكتاب طيلة هذه السنين؟ لقد حفظت القرآن الكريم كله عن ظهر قلب حتى أصبحت أفضل من كل أقراني حفظه وإنني لا أقرأ من سورة البقرة لا أتوقف حتى يقول لي الشيخ حسبك حق؟ نعم يا عماه وماذا أيضا؟ وإن الشيخ يعطينا الحديث فنكتبه فلما أكتبه أحفظه من فوري حتى حفظت الكثير من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا أيضا؟ وإنني لا أكتب الشعر والنثر والحديث فلا أخطئ في حرف مما أكتب وتتقن الشعر والنثر حفظاً وكتابه؟ نعم فأحفظ أشعار العرب وحكمهم فإذا كتبتها كان خطي أفضل من يكتب وإنني لا أخطئ في كتابة أي كلمة أبدا وماذا سينفعك هذا؟ وأمك تعمل وتنفق عليك أنا أوان أن تدع ذلك كله وتبحث لك عن عمل والله إني ما صبرت على تربيته إلا ليصبح عالما فإذا بدأ ينبغ ويحوز العلوم أجعله يترك طلب العلم من منتصف الطريق؟ والله لا أدعه حتى يكمل علمه ويصبح عالما يشار له بالبنان والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ما هذا يا أمي؟ كنت أعلم أنك ستكبر وتحضر مجالس كبار العلماء فجهست لك ثياب أهل العلم وقد حان وقتها ولكن قل لي من أين ستبدأ؟ أبدأ بطلب العلم من حيث نزل من منبعه وأصله من مكة المكرمة حيث نزل الوحي وبعث رسول الله فأسمع من التابعين وتابعيهم فهناك ورثة الأنبياء والعلماء والمحدثون إذن تبدأ من مكة؟ نعم سأحج بيت الله الحرام هذا العام ثم أقصد العلماء وأهل الحديث ولكن لابد لك من رفيق يرافقك في رحلتك هذه لقد اخترت رفيقاً لي سنذهب معاً ونطلب العلم هو يحيى بني معين ولدي خذ هذه لعلك تحتاجها في رحلتك هذه بارك الله بك يا أمي لقد ربيتني فأحسنت تربيتي وقدمت لي ما أحتاجه لأكمل مسيرتي في طلب العلم يكفيني ما فعلته وبرفقة يحيى بن معين خرج أحمد بن حمل في رحلته إلى مكة المكرمة يطلب العلم عند كبار العلماء وفي الطريق اغتلم وقتهما في مراجعة الحديث الشريف والقرآن الكريم ماذا ترى أن نفعل بعد أن ننهي حجنا هذا؟ أنا عود إلى بغداد؟ لا بل أذهب إلى صنعاء فألتقي عبد الرازق ابن همام هناك فإنه رجل أوتي علما وفضلا ولديه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أريد سماعه وإنني أرجو أن ترافقني في رحلتي هذه فنطلب العلم وهل من شيء أفضل من رفقتك في طلب العلم؟ ثم قصد مع يحيى بن معين اليمن ليطلب العلم عند علمائها ومحدثيها دلنا على خان المسافرين نبيت فيه اليوم بل دلنا على بيت عبد الرازق ابن همام أنت مرهق من التعب ما جئت لأستريح إنما جئت لأطلب العلم إنني أراك أفقه ممن جئت تطلب منه العلم وتسمع عنه الحديث بل أنا طالب علم وأريد أن أسمع ما لديك من حديث رسول الله مما لا أعرفه الأوراق والمحبرة ألا تحفظ عني إن رويت لك الحديث؟ بلى ولكن ذلك أدعى لحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أليت على نفسي أن لا أسمع حديثا إلا وأكتبه حتى لا أخطئ بحرف فيه هاك الحبر يا أحمد لتكتب الحديث جزاك الله خيرا يا أبا عبد الله خذ هذه فانتفع بها فإن أرضنا ليست بأرض متجر ولا مكسب الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون إنما أنا بخير إنه مني وهو مال حلال إنما آليت على نفسي أن لا أخذ من أحد شيئا وما جئتك إلا لأسمع منك حديث رسول الله اكتب يا أحمد عن أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله إنه يعرض عليك كل يوم أن تأخذ منه مالا وأنت لا تملك شيئا لماذا ترفض يا أبا عبد الله وأنت أحوج ما تكون للمال يا يحيى بن معين أتدري لم أرفض إنني أروض نفسي أن لا تقبل من أحد شيئا وأن لا تركنا لهبات الناس وأعطياتهم لتعتاد شظف العيش وماذا يفيدك شظف العيش إنما الطريق الذي نسلكه اليوم فتنة وإنه آتينا أيام سوداء نفتن فيها بديننا ورزقنا وأبداننا فمن كان في حالة الرخاء شديدا على نفسه فإن الفتنة لن تكون أشد عليه من حاله اليوم وسيصبر عليها إن شاء الله ما أصعب الفتنة يا أحمد بن حنبل أسأل الله ألا تصيبنا وإن أصابتنا أسأل الله أن يعافينا منها اللهم آمين هيا إلى البيت أي بيت ليس وقت البيت الآن ألم نسمع من كل ما لدى الإمام عبد الرزاق من حديث رسول الله نعم ولكن هناك من يجب أن نسمع منه من؟ إبراهيم بن عقيل ولكنه رجل شديد على من حوله عسير المنال إن لديه أحاديث لم أسمعها من غيره ولم يتوقف الإمام أحمد عن طلب العلم والذهاب إلى أهل الحديث رغم وعورة الطريق والمشقة وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُرُّ لَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ترجمة نانسي قنقر